مرحبا شباب يعطيكم لو عتا انطلب مني هلا فترة البلاميدة والشبريات البلاميدة والتريخونات انطلب مني انو اعملهم فسر الطريقة كيف نحن منحط الريشة ريشة تجاجة او حيل لريشة عالصنارة رح اعمل الفيديو رح فسر كيف بنعمل سنارة مع الريشة والتفاصيل التانية كيف بنحط الطابة ومنجرة وهيدي يا شباب هلا بتشوفوا رح فسر الطريقة وضلكم تابعوا فيشينجي الليبانون لتشوفوا افكارنا الجديدة شباب اتمنى منكم اي شخص عنده حيب بيستفسر على شغلة ما يتردد ويطلب الكومنتات ونجهز له فيديو وننشره على الفيسبوك فيشينجي الليبانون مرسي شباب لكن الطريقة منجيب ريش او وجيش او حيل لريش ناخد منه شقفة بنا ناخد خيط ما يكون طويل كتير وهيدي سنارة انا فضلت اخدها بلدية هلا باطارية منحط الريش على السنارة بهالشكل ونجيب خيطنا كيف العادي بنربط العمرة منخلي راس لبرة منلف نعمل له البرمة منجيب وجه منه ومنلفه يعني سنارة والريش مع بعض عم ينلفوها الله نسحب هالقطة منزبط الوضعية هايدي يا شباب هايدي بس تفوت بالماء اصلا الريش يصير ماء يفتح معنا اكتر منبين على الفيديو بهالشكل هلا فينا نحنا ناخد الطول اللي بدنا نحنا لبعض الطابة من عراس نربطه للبدن الموليني ومن تحت نعمله عمرا شي تقريبا متر ونص أو مترين ونعمل هالسدينير بهالطول تقريبا فينا نقول مش شبر كمان بهالشكل بهالطول اللي انا كمشوه وربعة منحط ثلاثة اربعة نكب الطابة وعالبطيق منجرة هايدي للتريخون للبلاميدا هلا في منهم اشياء جاهزين بيجي بهالشكل هكذا نوع في انواع من هنا في السمك الصغير مع شراشيب هيدا بيلفط النظر التريخون والبلاميدا ها هنا انت بدك تشوف شو بتنقي من هنا هلا انا عندي عمرا كمان جاهزة بهالشكل جاي هايدي هايدي بتعلق من هون تحت الطابة وفيها الاسمك ورا بعضهم في خمسة ستة كمان وهيدي هي طريقة شباب وضلكم تابعوا فيشنجين لبانون ولا تشوفوا افكارنا الجديدة قد ما فينا شو عايزين لنفيدكم مرسي كتير شباب مرحب شباب بدي جارجلي شوي هلا علقت الطابة تحت منه العمرا سمكت بالشكل هاي دخم سمكت